ولأن قائمة القضايا العراقية مفتوحة وتخضع لحسابات الرفح والخسارة السياسية المحلية والدولية وصفت اللجنة المالية والنيابية أزمة سعر صرف الدولار مقابل الدينار في العراق بأنها بذات خطورة الإرهاب وتهدد الدولة مقابل إجراءات غير كافية للبنك المركزي ودع رئيس اللجنة عطوان العطواني لأتخاذ إجراءات متكاملة وبما يضمن إعادة استقرار السوق وسيطرة على أسعار الصرف والتعامل بحساسية مع تطورات الموقف العطواني وصف أزمة الصرف بوجه آخر للتحدي الإرهابي في ظل وجود عامل خارجي يعمل جاهدا على زعزعة الاستقرار السياسي والأمني للعراق بينما يستفعد الباحث في شأن السياسي أحمد المياح قدرة الحكومة على منع بعض المصارف من تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق بسبب ما تتمتع به من سطوة سياسية